موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم ولقاء جديد مع مورا الأحداث حلقة الجمعة 5 نوفمبر 2021 الحياة بتوقيت مصر بيكون احتفال بعيد الحب الرابع من نوفمبر من كل عام وطبعا احنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بقية العالم يمكن بيكون 14 فبراير بالنسبة لعيد الحب واختياره في مصر يمكن دي قصة معروفة لما قرر الكاتب الصحفي المصري مصطفى أمين نشر فكرة الاحتفال بعيد الحب في صحيفة أخبار اليوم المصرية وده كان بسبب وقعة كانت حصلت أمامه في أحد شوارع القاهرة واللي لما شاف جنازة شخص توفى هو عنده 70 سنة ماشي فيها 3 أشخاص بس ليه ما فيش ناس غيركوا في الجنازة سألهم قالوله لأنه ما كانش حد بيحبه ولا هو بيحب حد استغرب أو يكاتب واحد عنده 70 سنة ويمشي من الدنيا من غير ما يسيب ليه رصيد من ود أو حب في قلب مخلوق حتى ولو عشان يترحم عليه ويترحم عليه ويدايله وياما ناس حوالينا فرحانة بقوتها وظلمها ومش واخدين بالهم أنه خبر موته ممكن للأسف يكون أحسن خبر هيسمعوا اللي ظلمه وبيفتري عليه عشان كده فكر وقال احنا نعمل يوم للحب عشان اللي يبقى فيه احتفاء بمشاعر الحب ليس فقط بين العشاق بل بين الأصدقاء وأفراد العائلة الواحدة سيبوا الدنيا وانتوا مليين قلوب اللي حواليكم بالحب والود لكم يارب يكون فيه حب وود يعني بين كل الناس كده ودايما هو بس يعني إذا كان فبراير 24 فبراير قال لأربعة نوفمبر لكن في النهاية احنا نفسنا العام كله وأيامنا كلها تكون حب وسلام يا رب وبنهني برضو على فكرة بالنسبة لكان فيه مباراة القمة منذ قليل انتهت المباراة بين الأهلي والزمالك بفوز الأهلي بخمسية خمسة تلاتة على نادي الزمالك بنهني فريق الأهلي وبنقول الزمالك زي ما دايما بيقولوا هارد لك معاكم أهم أخبار الملف الإبتي النهاردة وعندنا الحالة اختفاء عندنا كمان هنتابع معاكم الموضوع الخاص برضو بأنه أقباط مصر اللي موجودين في ليبيا من فترة واللي مفيش أهليهم مش عارفين عنهم حاجة وكان فيه وعود أنه خلاص تعرف أماكنهم فين وهي مسألة وقت وترتيب عودتهم إلى القاهرة للأسف لسه الغايد دلوقتي مفيش أي عودة لأي حد خالص وبرضو الأهلي مازالوا بيستغيصوا عندنا كمان ظهور الشاب عيد يوسف دوس عيد يوسف دوس كان مختفي ليه فترة طويلة وأسرته مش عارفين عنه أي حاجة وكان الاختفاء ده لمدة ست شهور في فرنسا هم افتقروا حصل له حاجة مات حصل أي حدثة يعني حريق أي حاجة وفي الآخر ظهر الأمر عفوا أنه كان تقريبا فيه مشدق أو فخناء مع حده وعوره زي ما بتقول بقى القوات الفرنسية وأنه تم احتجازه فالحقيقة اللي تكتب عنه أنها عن عيد يوسف دوس بعد العثور عليه أو معلومات عنه أن قصة تستحق أن تتحول لفيلم سينمائي عن اختفاء غامض لشاب مصري في فرنسا قبل أن يظهر بطريقة هوليودية قصة بدأت في مايو الماضي لما تداول أعضاء الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اختفاء الشاب المصري عيد يوسف دوس وهو من محافظة أسيوت اختفى بشكل غامض وقالوا أنهم مع صاروش عليه في أي مكان وطالت عملية البحث لشهور عدة الغريب أنهم أكيد طبعا بحثوا في أسام الشرطة والدنيا دي كلها لكن محدش بلغ من أي اسم الشرطة أنه تم القبض عليها واحتجاز المهم الجالية المصرية لجأت للكونسولية المصرية هناك والكنسولية تدخلت وأجرت اتصالات كشفت بعد كل الشهور دي لغز اختفاء الشاب المصري وأنه كان آخر ظهور ليه في أحد قطارات المترو كان راجع لبيته لكن كان فيه خناقة تخانق مع مواطن فرنسي وحطم له أنفه واتقبض عليه قلقت الشرطة الفرنسية القبض عليه وتحفزت عليه وقالت للجالية المصرية أنها لم تعصر عليه رغم أنه كان محتجز على زمة هذه القضية بأنه كان اعتدى على شخص فرنسي وحطم أنفه والمهم طلعت القضية لها رقم كمان 78 وأن دي بعدها انتقل لمركز إداري يختص بإيواء المهاجرين غير الشرعيين نظرا لأنه كان فقط جواز سفره وعدم امتلاكه أوراق السبوتية في النهاية تدخلت الكنسولية المصرية وأوضحت للسلطات الفرنسية أنه الشاب بيعاني من مرض نفسي وتوصلت لمكان احتجازه واستخرجوا له الكنسولية وثيقة سفر وتم استلامه وقعدته إلى بلاده صباح السلساء الماضي بنقول لأسرته حمد الله على سلامته طيب إحنا معنا حد زمالي من بالنسبة لل طيب معنا روماني أخو مدنة حالة الاختفاء مدنة ميلاد سعد زخاري عندها 28 سنة متجوزة ما عندهاش أطفال لكن بيقال إنها حامل متغيبة من يوم السبت 30 أكتوبر من إمبابة الجيزة وتم عمل آآ محضر آآ آآ التغيب آآ أهلا بك روماني معنا روماني روماني انت سمعني أنا مش سمعيك طيب آآ اعتقد إنه كده آآ روماني انت معي لسه طيب هنعاود الاتصال آآ مرة أخرى بروماني وهنستكت أكمل الأخبار اللي معينا آآ كان في برضو موضوع عليه علاقة بمدرسة في آآ إحدى قرى مصر مدرسة في قرية كدية النصارى غرب مدينة ديروت آآ المدرسة دي هي أول مدرسة حكومية على اسم القديسة العدرة معظم سكان القرية دي اللي هي قرية كدية النصارى من الأقباط هم الحقيقة كانوا آآ قيل إن تكلفة المباني والإنشاءات وصلت إلى سبعة مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه كانت المدرسة دي تسلمتها هيئة الأبناء التعليمية بأسود تزمناً مع احتفالات التاريخ الوطني أو الاحتفال الوطني لمحافظة أسود في شهر في شهر إبريل العام الماضي عشرين عشرين سبب التسمية الحقيقة نهاية تسمت باسم العدرة إنه القرية تبرعت بالأرض واشترطت الترخيص بالبناء على أساس إنه اسم المدرسة التعليمية الأساسي قديسة العدرة مريم وفقت الهيئة الأبناء التعليمية بالموضوع ده والحقيقة كانت المبادرة دي يعني دخلت المدرسة ضمن المبادرة الرئاسية في قطاع التعليم بالمحافظة وكان تم افتتاحها بواسطة المسؤولين الشعبيين والتنفيذيين وعلى رأسهم اللواء عصام سعد محافظ السيوت والقيادات التعليمية وممثل من مبادرة حياة كريمة طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ قد سابونا الكموس ويسا الكموس يعقوب اللي هو تبرع بأرض المدرسة النموذجية قال الحقيقة إنه المدرسة بدأت تشتغل يعني من لكن مفيش غير اتنين فصل دراسي حضانة وفقط مدرس واحد يعني الموضوع هنا مش متكامل الحاجة التانية الحقيقة إنه هم بيستغيصوا بالقائمين على المبادرة الرئاسية داخل قطاع التعليم بأهمية إنشاء كبري علوي بين الكتلة السكانية والمدرسة لأنه زي ما أنتوا شايفين الولاد بيعدوا على حاجة صغيرة كده جسر صغير قوي عشان يروحوا للمدرسة ودول أطفال حضانة يعني ممكن يكون فيه طبعا خوف من الرعب من الغرق وإنه الولاد تقع في المصرف ده المصرف اللي هو عليه الحتة الصغيرة دي فالحهم بيتمنون عدد الفصول طبعا يكون فيه اهتمام وفي نفس الوقت يتعامل كبري في المنطقة دي علشان خاطر كبري علوي بين الكتلة السكانية والمدرسة عشان أطفال يكونوا فيه سلام بيربي يعني يلتفت إليهم المسؤولين في المبادرة الرئاسية وهيئة الأبنية التعليمية بالنسبة لمبادرة حياة كريمة ويتم عمل كبري والاهتمام بالمدرسة دي فيه استغاثة تانية كانت من القمس من عفوا من القصة أساناسيوس والاستغاثة دي بيرسلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول أملنا يوصل صوتنا عايزين نزالة للعقبات اللي وحطها جهاز مدينة 15 مايو فبيقول ان احنا تسلمنا نحو تسلمنا يعني قطعة أرض هم مش قادرين يستلموها بسبب العقبات اللي في جهاز مدينة 15 مايو القطعة الأرض دي المفروض ان هي عشان يتبني عليها كنيسة ابطية أورسوزوكسية وبي يعني زي ما انتو شايفين انتشرت الصورة دي على اعتبار انها من أهل مدينة من أقباط امتداد مدينة 15 مايو وبيقولوا الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نرجو تزليل العقبات اللي بيضعها جهاز مدينة 15 مايو نحو تسلمنا قطعة أرض لبناء كنيسة ابطية أورسوزوكسية في منطقة امتداد مدينة 15 مايو ولفخامتكم جزيل الشكر عن الأقباط هناك موقع او الاستغاثة دي نشرها القص أساناسيوس رزق بيقول ان في احتياج كبير قوي لدور عبادة زي الاحتياج طبعا للأكل والشرب والمعروف ان الأقباط مش بيبنوا كنيسة على سبيل الرفاهية ولكن على سبيل الاحتياج وان الشعب هناك محتاج الكنيسة دي عددهم هناك بيفوك ل400 أسرة وما فيش كنيسة عشان يمرسوا فيها شعق آرهم وكانوا قد تقدموا بطلبات رسمية لوزارة الإسكان من قد إيه بقى منذ عشر سنوات إلى الآن لم تتم الاستجابة أصبح دلوقتي كل أملهم أن يصل صوتهم إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحدث المعجزة متخيلين يا جماعة انه المكتوب انه يبقى فيه معجزة عشان يبقى فيه تزليل عقبات وتسليم حتة أرض عشان يبقى فيها كنيسة معتبرين انه لما ده يحصل والاستجابة تحصل دي بمثابة معجزة وتحقيق حلم للأقباط هناك اللي هم عددهم أكتر من 400 أسرة واللي نفسهم انه هم يشعروا بالارتياح لتلبية هذا النداء أو هذه الاستغاثة حاجة تانية الحقيقة كانت صورة للقديس ماري مرقص الرسول بتزين جدار محطة هليابلس بالخط التالت بمترو الأنفاء واللي من سعادة اللي شافوا الصور دي فتدولة يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وانه من بين الصور اللي موجودة على الجدار في محطة هليابلس بالخط التالت مترو الأنفاء صورة كاروز الديار المصرية القديس مرقص الرسول الشهيدة العزيب مرقص الرسول وانه هي ضمن صور لشخصيات مؤثرة على مر العسور بتزين جدران محطة مترو هليابلس فدي برضو حاجة جميلة جدا انه يكون فيه اهتمام بانه فعلا القديس مرقص من الشخصيات اللي قسرت بالنسبة ليه طبعا التبشير بالمسيحية في مصر والأسكندرية يا ترى التليفونات فيه اي حاجة بالنسبة للتليفونات ولا هنكمل طيب ما عليش بعتذر انه احنا كان مفروض يبقى فيه مدخلة يعني احنا كان معانا على الخط بس فيه حاجة ما عرفناش نسمع يعني بالنسبة للخطوط فبنتمنى الصلاة من اجل عودة مدنة ميلاد سعد الحقيقة هو زملتنا لما تواصلت معاه سألته طيب هي متجوزة علاقتها ايه بجوزها قال لا علاقتها كويسة جدا بجوزها وبعتنا رقم زوجها برضو على اساس ان احنا ممكن نتواصل معاه وبرضو كان من السور اللي بعتها انه ان هي حامل فوبيقال انه هو فيه اشتباه في بنت تقريبا كانت صاحبتها واخوها وحاجة زي كده وهم عملوا المحضر وقالوا الكلام ده بنتمنى من كل قلوبنا الصلاة من اجل عودة مدنة ميلاد سعد زخاري 28 سنة مختفية من 30 اكتوبر يا رب يا رب نزف خبر عودتها ان شاء الله في حلقة الاثنين القادم ان شاء الله الموضوع التاني وكنا برضو بالنسبة لغموط حول مازالة الغموط حول اختفاء اقباط مصر في ليبيا وانه اهالي سهاج لغاية دلوقتي بيستغيثوا انا مش قادرة فهم احنا كان معانا الدكتور يهاب رامزي تقريبا دلوقتي عدى اكتر من 10 ايام تقريبا وصلنا اسبوعين وكان قال انها مسألة وقت بس بسيط ونعرف الاجراءات وامتى هيعودوا المصريين اللي كان فيه سلطات الليبية هناك او التواصل مع السفارة الليبية السفارة الليبية في مصر هنا والكنسولية المصرية في ليبيا هناك انه خلاص عارفوا مكانهم وموجودين في سجن ايه وانه خلاص مسألة وقت ويعلن عن موعد عودتهم ومعدها ما حصلش ما حصلش اي حاجة ما حصلش اي بيانات رسمية لا من الهجرة ولا من وزارة الخارجية انا مش عارفة بصراحة والاهالي ليهم حق انه يعني ايه لغاية دلوقتي فيش ولا حاجة خالص لغاية دلوقتي اربعين ابتي سهاجي مصرهم مجهول في ليبيا عشرين ابتي من قرية الجزازرة وتمانية من قرية الحريدية وتلاتة من قرية اولاد ابو اسماعيل بمركز المراغة واثنين من قرية عينيس عينيبس تقريبا مركز جوهينة يا رب اكون يعني بقول اسماء الكرة صح طبعا يعني الكرة يعني كذا قرية اهم كل دول وهم عملوا كده ايه توزيع للاقباط دول الاربعين ابتي من انهي كرة معظمهم خرج بتأشرات رسمية من اجل لقمة العيش والعمل في ليبيا كل الحكاية عشان ما كانش فيه طيران من مصر راحوا الامارات وراحوا الليبيا بس هما معهم جوازات رسمية طيب ولو انتوا معتبرينهم انه عشان راحوا من الامارات وهجرة غير شرعية فين هما مايرجعوا لمصر فين دول الحقيقة انه بيوت الاباض دي كلها تحولت لشبه جنزات امهاتهم وزوجاتهم ارتدوا ملابس الحزن السوداء ابنائهم في حالة بكاء لا ينقطع مش عارفين عنهم حاجة مش عارفين عنهم على قيد الحياة ولا لا ولا ايه اللي حصل يا ربي يا ربي يحميهم ويكونوا فعلا يعني على قيد الحياة وتكون مسألة الجراءات بس الجراءات كده خدت وقت طويل قوي فاقنا مش قادرة افهم فين وزيرة الهجرة من الموضوع ده يعني فين هي السفيرة نبيلة مكرم يعني ايه الموضوع تي بتتحركي اللي صغيرة لكل حاجات صغيرة كده بلاقيك بتتحركي لها فالموضوع ده انت مش متحركة ليه دكتور ايهاب انا بوجه برضو كلام ليه لي مرة تانية وكل اللقابات هناك بيوجهوله كلام حاليتك يعني بازلت مجهود ووعدت وانه المسألة وقت بسيط وهنعرف المصير ايه ونعرف التوقيتات لعودتهم طب ليه ما تمش حاجة لغاية دلوقتي فين البرلمان من دول 40 واحد ده غير ان فيه كمان دولار 40 اقباط ده فيه 600 مصري اهليهم كلهم في حالة حزن ما يعرفوش عنهم حاجة مسيحيين ووسلمين فايه الفكرة ايه اللي بيحصل لغاية دلوقتي بندعي ربنا ان هم يرجعوا سالمين لأهليهم نكمل باقي اخبارنا الحقيقة ومعليش هنتابع برضو الموضوعات دي يوم لاتنين مع كل الموضوعات اللي محتاجين يكون فيها تواصل من خلال مدخلات ونصلي من اجل عودة مدنة ومن اجل ان شاء الله انه يكون فيه معلومات دقيقة وموعد لعودة الاقباط والمسلمين كل المصريين اللي موجودين في ليبيا ومحتجزين كما قيل لدى قوات او لدى ادارة الهجرة او شرطة الهجرة غير الشرعية في نياحتين النهاردة عندنا نياحة الكمس إليش عزاكي كان كنسة العدرة بالمنصورة الحقيقة بنعزي كل قسرته وكل محبي كمان وكل شعب كنسته كمان الكمس ديماديوس حنة راعي كنست الأنبى إبراقام بمحرم بيكل بالأسكندرية ايضا بينه عزي كل قسرته ومحبيه وشعب كنسته بالنسبة لأهم أخبار مسيحية العالم كان في حرائق التهمت كنستين اسر قصف الجيش في ميانمار لولاية ذات أغلبية مسيحية طبعا انتوا عارفين حصل انقلاب في ميانمار والدنيا هناك خلاص محدش أقل أي حاجة والانقلاب شغاء يعني مستمر والدنيا صعبة جدا وفيه انتهاكات بتحصل وبرضو اعتداءات على مسيحيين من وقت للتاني اللي حصل ده في يعني القصف الجيش تسبب في حريق حرائق قصف القوات الحكومية دمرت أجزاء من بلدة تابعة ولاية تشين اسر تصعيد آخر في الصراع المستمر بين الحكومة اللي نصبها الجيش في ميانمار وبين القوات المعارضة لهذه الحكومة ولهذا الانقلاب ولاية تشين بيه منطقة ذات أغلبية مسيحية في الدولة ذات الأغلبية البوزية أكتر من 90% من أفراد عرقية تشين يعتبرون مسيحيين وكتير منهم من المعمدنيين بعد تاريخ من عمل المبشرين المعمدنيين في هذه المنطقة متحدث باسم الحكومة نافى وقال لك دي مزاعم سخيفة بتتناقلها وسائل الإعلام بتدمير وهدفهم تدمير البلاد وألقى باللوم على المتمردين في التحريض على الكتال وإشعال النيران أين العالم أين الأمم المتحدة من اللي بيحصل في ميانمار ده من ساعة الانقلاب ولا حس ولا خبر أما روسيا بقى فتعهدت بتأهيل كينيس اسمها الكديسة اللي بقيت الكنيس كلها هناك علشان يتم تجددها يعتزم علماء آثار روس ترميم كينيسة الكديسة هيلانا في حلب سوريا وذلك في إطار المشاريع اللي شارعت روسيا بتنفذها في قطاع الآثار السوري اللي بتحاول السيطرة والتغلغل فيه أشار الناطق باسم المعهد إن فيه كنايس تلاتة جرى فحصها حتى الآن تتوقف سلامتها اللاحقة وإمكانية ترميمها على تسجيل الدرر اللي تلقته جراء عمليات القصف اللي حصلت طبعا النتيجة للسراعات اللي في سوريا إلى جانب إعداد مشاريع للحفاظ على الآثار الدينية والتاريخية يذكر أن بعثة روسية وصلت إلى سوريا لجرد وتوسيق ورسم جميع الكنائس الأورسزوكسية اللي كانت موجودة كمان من قبل الإسلام في سوريا بغرض إعادة بنائها وده طبعا حفاظا على الآثار الدينية والتاريخية لأننا على مدى الحلقتين اللي فاتت ما كانش فيه وقت إن احنا نتكلم عن كورونا فقلنا نقول لحضراتكم الجديد كله في كورونا من خلال إن احنا نبتدي بكورونا في أهم الأحداث اللي معانا النهاردة بنتابع معاكو برضو الإحصائيات والحياة الوضع في روسيا مازال وضع صعب جدا جدا روسيا كل يوم بتسجل عدد قياسي جديد يرتفع عن اليوم اللي قابله بسبب طبعا حالات بالنسبة لحالات الوفيات وده بسبب بطئة إنه الناس هناك مش معترفة بالسباطنيك اللي هو اللقاح اللي كان الرئيس الرئيس الروسي عفوا فلاديمير بوتين كان أول حد في موضوع اللقاحات أول رئيس دولة كان أعلن عن موضوع لقاح سباطنيك فيه وإنه هو فعاليته قوية وكل ده للأسف هناك في روسيا مش مقبلين على اللقاح وبيقول لك مش ناخده غير بعد سنتين ده بيؤدي طبعا لارتفاع قياسي في عدد الوفيات زي ما هنشوف دلوقتي من خلال الإحصائيات اللي هنستعرضها بالنسبة لحالات الإصابات عندنا حول العالم 249 مليون و732 ألف حالة إصابة حول العالم حالات الوفاة زي ما قلنا دلوقتي كان من الأول من بعض الإحصائيات كانت تعدد الخمسة مليون وإحصائيات هي الورلد ميتر بتسجل النهاردة خمسة مليون وخمسين ألف وثمانمية وسبعة حالة وفاة حول العالم حالة التعافي 226 مليون لو شفنا الدول زي ما متابعين بنتابع دايما معاكم بنشوف الأول الأرقام حصيلة الأرقام في العالم كله بالنسبة للإصابات ترتبها إيه هنلاقي أنه الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي نمرة واحد بالنسبة توتال كيس 47 مليون حالة إصابة الهند البرازيل 21 مليون أما بريطانيا 9 مليون بعد كده عندنا روسيا وتركيا 8 مليون دي إصابات فرنسا 7 مليون إيران والأرجنتين وأسبانيا دول العشرة احنا بنقول دايما أول عشر دول 5 مليون لو حبينا بس قبل ما نرتب بالنيو كيسز والنيو ديس خلوا بالكم البرازيل بتسجل كل يوم حالات كتير من حالات الإصابات والوفيات بس هما نظرا للتوقيتات مع الفرق التوقيت مع الورلد ميتر فهم سفروا يعني يومهم انتهى خلاص يعني هيبتدوا هيبتدوا تعداد جديد مش إنه ما عندهمش حالات يعني خلاص كده هيبدأوا تعداد جديد نعمل بقى نيو كيسز ونشوف مين أكتر حالات النهاردة فين هي مكان واضح إنه أمريكا بدأت ترتفع الحالات برة تانية بعد ما كانت التوتال نيو كيسز يعني كانت في 250 ألف 300 ألف وصلت 411 ألف النهاردة يعني فيه تصاعد او ارتفاع في الحالات الإصابات الجديدة اليومية زي ما تشايفين روسيا تاني واحدة 40 ألف يعني أمريكا 50 ألف حالة النهاردة روسيا 40 ألف حالة بريطانيا 34 ألف حالة ألمانيا وتركيا وأوكرانيا حوالي 26-28 ألف وبعد كده بولندا 15 ونيزر لانس 10 10 ألف لو شفنا الحالات الوفاء النهاردة برضو نيو كيسز روسيا 1192 هي كانت ماشية في الألف النهاردة يعني عملت 1192 يعني قربت من 1200 فكل يوم بيبقى تسجيل عدد أكبر من اللي قبله اللي هو بيسموه عدد قياسي يعني في الزيادة أو رقم قياسي في زيادة حالات الوفيات أمريكا 936 أوكرانيا 696 رومانيا 400 وفلبين 260 وبعد كده مكسيكو 244 لو شفنا التوتل ديس هنلاقي أنه التوتل ديس طبعا أمريكا بس عشان نشوف مين بعد أمريكا أمريكا 773 قربنا على 800 ألف حالة وفاة بالنسبة لبرازيل هي تاني دولة 608 ألف الهند 459 ألف المكسيك 289 روسيا وصلت في نمرة 5 في التوتل حالات أو عدد حالات الوفيات حول العالم 244 ألف الحقيقة كل ده وصلت تحذير منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا عادت مرة أخرى لتصبح بقرة لتفشي وباقفت يعني يا جماعة اللي لسه ما تطعمش لازم ياخد التطعيمات قادي دلوقتي اللي هو ما بياخدش التطعيم بيكون عرضة أكتر من غيره الشباب اللي بيقول لك إحنا صحيتنا كويسة أو الناس اللي بتقول لك إحنا مش تجارب طب وإنت كل الأعداد اللي أخذت التطعيمات على مستوى العالم دول مش كفاية بالنسبة لكم إنكم تعرفوا أخبار وإنه زي ما بنقول أو تعرفوا الدنيا إيه وزي ما دايما بنقول مفيش دواء في العالم ولا رقاح في العالم ملوش أعراض جانبية بس بنشوف الفايدة قدام المضاعفات المهم أنه دلوقتي المدير كان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانز كلوجي كان في مؤتمر صحفي قال إن القارة قد تشهد نصف مليون حالة وفاة بحلول فبراير اللي جاي مسببا مشيرا لأن السبب هو عدم رفع عدد حالات التطعيم بالشكل الكافي هو ده السبب وأضافه قائلا يجب أن نغير خطتنا من الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 إلى منعها بالدرجة الأولى يعني مش فكرة إن احنا بنستجيب للارتفاع ونشوفها نعمل إيه لأ احنا نحاول إن احنا نقلل سلطاء المنظمة برضو دعت السلطات الأوروبية إلى سد الفجوة ونحن بحاجة إلى سد الفجوة أوروبا عادت إلى بقرة الوباء ما ينفعش إنه يعني تسابت دنيا بهذا الشكل هناك قلق في أوروبا أوروبا بتعاني من حاجات كتير جدا الفترة دي على فكرة ومسكولة الطاقة وارتفاع الأسعار وإنه ممكن الناس تموت من البدد فعندنا كمان هو احتمال لارتفاع حالات الوفاء بحلول فبراير المقبل وحالات الإصابات وكل ده يا جماعة محتاجين إنه يكون فيه وعي أو إنه يبقى فيه ناس تاخد اللقاحات بعدد أكبر وإمكانية المكافحة الحاجة في مصر برضو العداد بتزيد دلوقتي وصل النهارد عفوا انت سجيل مبارح مبارح البيانات الصحة قالت إن في 911 حالة إصابة جديدة في مصر و57 حالة وفاة يعني إحنا برضو الموجة الرابعة ما زالت مستمرة في مصر وكل يعني طبعا فيه برضو محاولات لزيادة أعداد الملقحين أنا بقول للناس اللي هي لسه بتقول إحنا مش تجيروا بسواء في روسيا أو في غيرها إنه لو شفتوا عدد الجرعات اللي اتخذت حول العالم في اللقاحات عدد كبير على فكرة والدول يعني وكل شوية دلوقتي برضو حاجات جديدة ولقاحات جديدة بتاخد موافقة ويعني الأمر كله يعني العلماء بيصرعوا علشان يعني يقولوا لحضراتكم إنه الدنيا إنه فيه أكتر من لقاح وإنه اللقاحات دي فعالة ونيجي نلاقي ناس في العالم لغاية دلوقتي مش عايزة تاخد اللقاحات أعتقد يعني إن دي حاجة برضو صعبة جدا يعني تريليونات أرقام يعني كبيرة جدا الناس اللي هما الدوزس اللي هي بالفعل اتخذت بالنسبة ليه الولايات المتحدة بصوا برضو الأعداد كام بريطانيا روسيا بالرغم إنها نمرى تلاتة في التشورت ده لكن هنا بنقارن ما بين عدد اللقاحات وعدد السكين يعني فبردو محتاجين إنه يزودوا بالنسبة للإكتشافات أو المساعي المختصين والعلماء والشركات علشان خاطر يساهموا بالنسبة لعلاج كورونا وإنه تقل حالات الوفاء إحنا كنا أعلننا عن دواء جديد من ميرك والدواء ده بيؤخذ بالفهم وفايزر برضو عندها دواء وبالفعل الدواء ده كمان أعلن للرئيس الأمريكي بايدن إنه موجود عندهم كميات منه يا ترى الدواء الجديد ده بالنسبة لفايزر هيكون يعني حاجة فعلا ممتازة هما بيقولوا بيقولوا إنه هيكون تطور رئيسي في مكافحة الفيروس التجارب الطبية لحبوب الدواء التجربية اللي طورتها شركة فايزر الأمريكية اللي هي أساسا مقدمة اللقاح اللي هو نمبر وان برضو الفايزر بايونتك اللي بيتاخد جرعتين وحاليا فيه جرعة ثالثة بالنسبة للي هم عندهم مشكلة في المناعة أو كبار السنة المهم إنه هيقلل خطر دخول المستشفى هذا الدواء دواء الجديد اللي بيتاخد برضو عن طريق الفام هيقلل يعني خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 90% لدى البالغين المعرضين للخطر الدواء اسمه باكسولفيد وبعد فترة وجيزة من ظهور أعراض الفيروس هيبتدي يتاخد بينصحوا بأنه يتاخد بعد ظهور الأعراض على طول وليتاخد للي هم معرضين لخطر الإصابة بأمردش بأنه يحصل يعني مضاعفات أكتر الدواء بتاع فايزر جي زي ما قلتلكم بعد موافقة هيقة الدواء في بريطانيا على أول علاج أيضا لأعراض كوفيد 19 عن طريق الأقراص وتواريته شركة ميركل أمريكية وفايزر بتقول أنها أوقفت التجارب في وقت مبكر بصوا برضو يعني الكلام ده يا جماعة ليه طيب بازاي أوقفت التجارب لأنه النتائج الأولية كانت إيجابية للغاية شركات تصنيع الأدوية حول العالم لإيجاد بديل سريع للطرق التقليدية للتلقيح ضد الفيروسات خاصة فيروس كورونا شركة فايزر الأمريكية كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي اختبار حبوب سحرية كدواء وقائي مضاد لكورونا درست خلالها تأثير الحبوب التي تطورها مضافا إليها جرعة منخفضة من عقار ريتونافير وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب فايزر توصلت خلال هذه الأشهر إلى أن عقارها التجربية يقلل الوفيات بنسبة 90% ويقلل دخول المستشفيات بنسبة عالية شركة فايزر اختبرت عينة من المرضى لديهم حالات مزمنة من السكر والسمنة وأمراض القلب من غير المحصنين كما أن العقار الذي تطوره فايزر كان شاملا لكافة الفئات دون أن تكون هناك قيود على فئات معينة مثل الحوامل بدأت رحلة علاجهم في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولية لكورونا واستمرت لمدة خمسة أيام وبينما تنتظر فايزر تقديم عقارها الجديد لهيئة الدواء والغذاء وافقت بريطانيا على دواء مضاد لكورونا يعرف باسم مولنو برافير يمكن تناوله بالمنزل من تصنيع شركة ميركا الأمريكية ويخفض احتمالية الدخول للمستشفى إلى النصف فيما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعا خلال شهر نوفمبر الجاري لمراجعة فعالي زي ما شفتوا في التقرير يعني العلماء على فكرة يعني بيشتغلوا يعني زيان بيقول كده على قدم الوساق علشان يقدروا يوفروا كل حاجة سواء الكلقاحات أو سواء علاج وعلاج أرواس دي برضو طبعا حاجة ممتازة جدا جدا كمان هو في وزارة الصحة اليابانية وافقت على استخدام عقار رونا برايف كوكتيل للأجسام المضادة احنا كنا سمعنا عن موضوع كوكتيل للأجسام المضادة ده من بدري قوي من وقت ما كان فيه شركة ليلي والشركة تانية هنا في الولايات والتحدة الأمريكية الشركتين دول كانوا عملوا الدواء ده من بدري وحتى الرئيس ترامب من أوائل الناس اللي أخدوا العقارات اللي زي كده ودي بتبقى أجسام مضادة مصنعة وبتكون فعاليتها كبيرة جدا وزارة الصحة اليابانية اللي وافت على العقار ده من شركة اسمها تشو جاي للصناعات الدوائية وطبعا برضو الدواء ده زي ما قلت لحضراتكم بيكون فعال وبس مشكلته أنه غالي وبيتعطى عن طريق الوريد ده وبيبقى فيه متابعة للمريد يعني أثناء إعطاء هذا الدواء اللي هو من الأجسام المضادة علماء في جامعة أكسفورد اكتشفوا أن فيه جين بيضاعف خطر الإصابة في فشل الرئة والوفاء إذا ما أصيب الشخص في فيروس كورونا كون هم يكتشفوا الفيروس ده أو أعفون الجين ده معناها أنهم ما يشتغلوا برضو علشان يبقى فيه محاولة مواجهة للجين ده علشان ما تحصلش مشاكل الرئة أو يتقل مشاكل الرئة والوفاء مع الإصابة في فيروس كورونا العلماء بيقولون 60% من الأشخاص من الأصول الجنوب السيوية و15% من الأشخاص من الأصول الأوروبية بيحملون نسخة عالية الخطورة من هذا الجين يضيف الباحثون أن اللقاحات عامل أساسي وتساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر هذا الجين وتلقى الدراسة المتعلقة بعلم الوراثة الطبيعية أو تلقي عفواً الدوق على سبب تعرض بعض المجتمعات في بريطانيا وجنوب أسيا لخطر الإصابة بهذا المرض أو بمضعفات كوفيد 19 لكنها لا تفسر ذلك بشكل كامل واستخدم الباحثون في هذا البحث اللي بني على بحث جيني سابق مزيجاً من الزكاة الاصطناعية والتكنولوجيا الجزائية الجديدة للتحديد وبدقة لهذا الجين المسمى LZTFL1 وهو المسؤول عن هذه المخاطر المتزيدة اللي حيمكن أنتم شايفين في طريق كلامي حتى أنا بسط جداً في العلماء والعلم والأبحاث ولولا العلم والأبحاث والتطورات دي كلها كان زمان أمرات كتيرة جداً بتقضي على أكتر من نصف شعوب العالم فأنا نفسي أن الثقة دي تروح برضو لحضراتكم بالنسبة لكل الحاجات اللي بتتعامل لمواجهة هذا الوباء وهذه الجائحة لكوفيد 19 لما يبقى فيه ثقة ولما نستخدم لقاحات أكتر أكيد الدنيا إن شاء الله هنتخلص من هذا الوباء لكل بلقون خلاص قربنا يعني أنا النهاردة لقت قوي برضو من أنه منظمة الصحة بتقول لك إحنا على بل فبراير أوروبا هتعاني معاناة جديدة جداً وهيحصل عدد وفيات كبير فبالتالي محتاجين إن إحنا يبقى فيه وعي شوية الصحة في مصر استقبلت 3 ملايين و 575 ألف جرعة من لقاح موديرنا يعني مصر بتعمل مجهودات كبيرة قوي في موضوع إن يبقى فيه تنوع في اللقاحات إنتوا عارفين مصر عندها لقاحات الصينية من الأول وبعدين السينوفاك والسينوفارم وبتصنع واحد منهم في مصر وبعدين برضو استقبلت اللي هو أسترازينيكا مجميات من أسترازينيكا وكمان فايزر وموديرنا وجونسون جونسون يعني كده الحقيقة دي حاجة جميلة إنه كده فيه تنوع في اللقاحات وبيحاولوا برضو يعملوا كل مجموعة من اللقاحات لموضوع معين آخر حاجة حاب أقولها ولكن مش في الموضوع الخاص بكرونا ولكن موضوع ليه علاقة بالعالم والعلماء النهارده أكدت دراسة بالنسبة للمشاكل السرطان اللي بيجي في عنق الراحم بالنسبة للسيدات إنه فيه لقاح بيتعطى للسيدات اللقاح ده أثبت فعالية كبيرة قوي في هذا الموضوع عشان كده بقول لكم الواحد بيبقى سعيد جدا بكل الدراسات دي وبكل اللي بتسمر عنه مجهودات العلم والعلماء سواء كان فيه اللقاحات لحاجات مختلفة أو سواء كان العلاجات ربنا يحمي الجميع حاولوا تاخدوا الكل ياخد التطعمات وإن شاء الله برضو بالنسبة للعلاجات إن شاء الله تتوفر وتكون برضو أمل في تقليل نسبة الدخول المستشفى وبرضو بالنسبة الوفاية لسه فيه نسبة تسأل عن موضوع اللقاحات وإن فيه ناس بتاخد اللقاحات ويجي لها في الكورونا والكلام يا جماعة اللقاحات زي ما قلنا وكل الأدوية والحاجات دي كلها هدفها إنها تقلل الأعراض الصعبة وتقلل دخول المستشفى وإن هي ما يبقاش فيه حالات وفاة ربنا يا حميد جميع نشوف بقى الأحداث اللي حول العالم وطبعا بالنسبة للأسيوبيا والصراع في أسيوبيا الحالي والتوتر اللي حاصل بالنسبة لإن حكومة أبي أحمد على المحق تحالف من تسعة فصائل لمواجهة رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد الصراع في تجراي تحالف من تسعة فصائل لمواجهة أبي أحمد وافق على تشكيل تحالف لمحاربة هذه الحكومة والحكومة الأسيوبية تمدد المهلة الممنوحة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم حتى الأحد المقبل زي ما كان طلب منهم أبي أحمد وقال لكل الناس يلا تعالوا شيلوا سلاح وتعالوا رخصوا للسلاح بس يعني طبعا هو بيحاول الدنيا دلوقتي لو حصل الصراع ده زي ما الكل بيقول هتبقى للأسف حرب أهلية بشعة دعا الجيش الأسيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين لعادة الانضمام لصفوفي في الحرب ضد قوات المتمردة والتي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديسة بابا بعدما سيطرت على بلدتين بالفعل وطبعا القوات دي من قوات جراي مع الأورومو ديوبيا مرحلة جديدة فالنزاع المتصاعد بات يهدد العاصمة أديسة بابا الصراع الذي بدأ سياسيا عام 2018 سرعان ما تحول إلى صراع عسكري عام وهو نزاع يدور في الأساس بين قوميات لكن يرى كل منها أنه الأجدر والأفضل لحكم البلاد إضافة لقرارات أخرى من الحكومة الإثيوبية حينها أغضبت تيجري ساعدت على ارتفاع حدة التوتر ومعها خفت صوت العقل وارتفع صوت البنادق والمدافع هذه لتدخل إثيوبية إلى حرب أسوأ ما فيها قتل ودمار وتهجير من الواضح أن العمل الذي قام به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومن اللجنة الإثيوبية أيضا أوضح أن كل الأطراف في هذا النزاع ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حر الأزمة الآن تدخل خيارين لا ثالثة لهما إما أن يستمر تقدم قوات تيجري صوب العاصمة والالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها والتي سيطرت على مدينة كيميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا أو أن تتوجه قوات تيجري نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جبوتي وأديس أبابا وهنا قد يتم خنق العاصمة اقتصاديا وحرمانها من الإمدادات الضرورية استباقا لكل السيناريوهات المتوقعة تلك ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة ما دام هناك متسع من الوقت بعد كما ويحمل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي رسائل إلى أديس أبابا قد تساهم في إحداث تسوية للنزاع لكن وفي ظل التطورات المتلاحقة على الأرض قد تبدو التسوية بعيدة المنال حتى اللحظة عصام عبد السلام متحدث باسم إحدى الجماعات وبتحديد جيش تحرير أورومو كان بيقولوا أن هم يعتزمون إنشاء إدارة مؤقتة ثم إجراء محادثات لرسم مستقبل أسيوبيا وده بيأتي في الإعلان اللي بتتقدم فيه قوات جريسها بالعاصمة وزي ما شفتوا التقرير ومدي السيناريوهات يعني تقرير بصراحة رائع لكن الحقيقة زي ما ختم التقرير إنه شكلها كده المحادثات مستبعدة يعني مش هيكون فيه محادثات وهنشوف السيناريوهات هيحصل فيها إيه في الفترة اللي جاية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعا أمس الخميس كافة المواطنين الأمريكيين لمغادرة أسيوبيا على الفور مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين الأسيوبيين وهو موجود النهاردة اللي هو جيفري فلتمان اللي كان موجود في السودان قبل بيحصل الإنقلاب على طول يعني عموما فلتمان هو المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي عشان كده راح وأجرى محادثات مع الوزراء والمسؤولين وهيجري مزيدا من المحادثات مع الأسيوبيين لمحاولة التوسط في حل سلمي للصراع في منطقة تجري الشمالية كان فلتمان قد حسى المسؤولين في قديسة بابا أمس على وقف العمليات العسكرية وبيض حوار سياسي مع قوات المتمردين لكن الوضع ما فيهوش حاجة اسمها وقف إطلاق نار أو وقف عمليات عسكرية طرفها يصراع بيرفوضون حتى الآن دعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتقول الحكومة الأسيوبية أنها على وشك تحقيق النصر على الرغم من أن قوات تجري تتقدم نحو العاصمة وتسيطر في طريقها على مدن رئيسية والصراع ده زي ما شفت برضو أنه تسبب منذ نحو عام مستمر وتسبب في مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف من المدنيين الأسيوبيين فالحقيقة الوضع صعب جدا هناك تحالف أسيوبي معارض يعلن أنه بيخطط لحل حكومة الحكومة سواء بالقوة المفاوضات وتشكيل حكومة انتقالية طيب موقف مصر موقف السودان موقف الدنيا هو بيقال أنه في بني شانكول في قوات مصرية بني شانكول دي المنطقة اللي هي عليها سد النهضة وأنه برضو كان أبي أحمد بيتهم بعض الجهود بيقول أنه في جهود ومساعي علشان أسيوبيا تتحول زي ليبيا وسوريا وأنا مش اسمح لهم يحصل ده طيب هل مصر يعني برضو كان في بعض الكلام اللي بيتقال أنه في دعم الكلام ده طبعا مش مؤكد ولا ليه مصادر رسمية يعني أنه هما بيدعموا القوات اللي هي الأورومو وتجراي ولكن الكلام ده ما فيش حاجة بتؤكده دي كل دي بعض الردود الفعل اللي هي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هل سيصمد أبي أحمد في موجة هذه القوات يعني هنشوف الأيام هتقول لنا إيه الفترة اللي جاية ومن أسيوبيا لانقلاب السودان الحقيقة استجاب البرهان لإفراج عن أربعة وزراء في السودان وده بعد ما حصل مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأنه كان اتفق معاه أنه يجب الإسراع في تشكيل حكومة مدنية والإفراج عن المحتجزين فتم بالفعل إفراج عن أربع وزراء وبيان صادر عن مكتب البرهان الفريق البرهان رئيس الجيش السوداني اتفق الطرفان البرهان وبلينكين على ضرورة الالتزام بطريق التحول الديمقراطي وضرورة إكمال أسس حكومة انتقالية وسرعة تشكيلها وأعلن التلفزيون الرسمي في السودان أن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين في حكومة عبدالله حمدوق التي أطاح بها الجيش من 25 أكتوبر الوزراء هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم ولا يزال رئيس الحكومة اللي أطيح بها عبدالله حمدوق رهن الإقامة الجبرية في منزله السعودية والإمارات دعوا إلى إعادة الحكومة المدنية وكان معاهم كمان أمريكا وبريطانيا اللي هم البيان الرباعي اللي صدر أول أمس ودي المرة الأولى اللي بيدعوا فيها البلدان اللي زان ينظر إليهما على أنهما داعمان محتملان للقادة العسكريين في السودان بيدعوا إلى إعادة الحكومة المدنية التلفزيون الرسمي السوداني بيقول أن الجيش بيحل مجالس دورات جميع الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية وهناك وسطات دولية ومظاهرات شعبية واحتمال الإعلان عن تحرك سياسي باتجاه الحوار مظاهرات محدودة خرجت النهاردة في السودان منددة بالانقلاب العسكري واحتمال برضو في الأيام اللي جاية يكون فيه تظاهرات تانية ومطالبين بعودة الحكومة المدنية وبالإفراج عن كل المعتقلين هم مش راضين على أنه حمدوك في الإقامة الجبرية أو على أنه إفراج أربعة من الوزراء أو من المحتجزين من النشطاء عايزين أن يتم الإفراج عن كل المحتجزين ويعود الوضع في السودان إلى ما قبل 25 أكتوبر وزي ما قلت لكم أنه متوقع أن تخرج مسيرات أكبر حجما خلال الأيام المقبلة مجلس حقوق الإنسان اتابع للأمم المتحدة بيقرر تعيين مبعوث لمراقبة الوضع في السودان والاقتراح وافق مجلس حقوق الإنسان على قرار اقتراحته بريطانيا يدين الانقلاب العسكري ويوصي بتعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجلس مؤلف من 47 عضو وافقوا على القرار في جلسة طريقة في جنيف من دون تصويت وكلف الخبير الجديد بمراقبة حقوق الإنسان في السودان وتقديم تقرير للمجلس في جلسة مقررة في منتصف عام 2022 بنصلي من أجل السلام في السودان وأنه يستجيب البرهان وأنه حمدوك برضو كان صدر بيان من المكتب حمدوك بيقول أنه الأمر يعني اقترب على الانفراجة والبرهان قال لو حمدوك مش هو اللي هيرأس الحكومة اللي هتتعامل بشكل جديد بعيدا عن الأحزاب هيهو هيحول يختار حد تاني يشكل هذه الحكومة في أقرب فرصة وأزمة لبنان كمان لسه ما زالت مستمرة ولكن النهاردة جورج قرداحي كان بيقول لن أستقيل دون ضمانات بتغيير موقف دول الخليج من لبنان بفكركم اللي مش متابع الموضوع من الأول أنه كان فيه ظهر جورج قرداحي في إحدى البرامج الحوارية وكانوا سألوه على موضوع الحرب اللي مستمرة في اليمن اللي بيقودها التحالف اللي بيقودها تحالف بكادة السعودية واللي على الجانب الآخر الحوسيين فهو تحدث عن أنه الحوسيين دول جزء لا يتجزأ أو جزء من اليمن وأنه هم بيدفع عن الاعتداء اللي هو بتقوم به الإمارات والسعودية أو التحالف بتاع السعودية الدنيا تقلبت والسعودية ما رضيتش على حصل وراحت جعملة السعودية خدت بقية الدول معاها زي الإمارات البحرين الكويت كلهم بدأوا يطردوا السفراء اللي موجودين بتوع لبنان من دولهم واستدعوا سفراء سفراءهم من لبنان واقفوا التصدير والأمر بيتطور وكل الدنيا عايزين يستقيل عايزين قالت جورج قرداحي هو مش عايز يستقيل لكن النهاردة أو حاجة كده قالها هو أنه هو مش هستقيل غير لما يكون فيه ضمانات بتغيير موقف دول خليج من لبنان كان حصل برضو تسريب صوتي تاني لوزير الخارجية اللبناني اتهم في السعودية أنه هم مش داعمين بالشكل الكافي يعني بالنسبة للبنان اللي بيدعم لبنان هم الاتحاد الأوروبي واللي بيدعم لبنان كمان البنك المركزي وبالتالي الدعم اللي بيجي من السعودية دعم ملوش تسجيل الصوتي دا كان بيقول أنه فيه سوق للمخدرات اللي موجودة في لبنان فعشان كده السوق دا في السعودية يعني فعشان كده المخدرات دي بتروح للسعودية طبعا دا كان يعني حاجة صعبة جدا التسجيل الصوتي أو التسريب الصوتي دا قزم الدنيا أكتر وهم قالوا السعودية ومش هترضى حتى بإقالة كرداحي دا هم عايزين أنه ما يكونش فيه تواجد لحزب الله فيه الحكم في لبنان وده طبعا من المستحيلات أنه هو يحصل القرارات الجديدة بالنسبة للسعودية أنها قررت وقف الواردات اللبنانية إلى السعودية عقب الأزمة اللي أثيرت بسبب كرداحي طلب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان من جميع رجال الأعمال والشركات السعودية يقف كل التعاملات التجارية والاقتصادية كافة مع لبنان وقال أنه دا أقل حاجة ممكن يقدموها رجال الأعمال السعوديين دفاعا عن وطنهم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدة إسراء اللقاء قال ميقاتي ناقشته مع الرئيس عون الأزمة اللي بيعيشها لبنان وستكون لي كلمة خلال المؤتمر في السراية وقال أن كما وضعت رئيس الجمهورية في الأجواء اللي أحاطت زيارتي إلى جلاسكو واجتماعي مع مختلف الجهات العربية والدولية ودعا أيضا نجيب ميقاتي وزير الإعلام إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحكيم ضميره ورد كرداحي وقال أنا مش هستقيل غير لو كان فيه ضمانات كافية الأمير السعودي سطام بن خالد السعود عقب أيضا على التصريب السوتي اللي كان لوزير الخارجية اللبناني عبدالله ابو حبيب وكان الحقيقة برضو يتحدث طبعا أنه هم غير راضين وأنه ده برضو زود الأزمة أكثر فرنسا وواشنطن أدعت أطراف النزاع بين لبنان والدول العربية إلى تعزيز التهدئة والحوار بغداد النهاردة الدنيا مشتعل الحقيقة بغداد العراق عندنا 125 مصاب بالمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد إيه اللي بيحصل ده ومش بغداد عمل انتخابات والدنيا بالتمام والمفروض مقتدس تدره حزبه هو اللي تصدر الناس مش موافقين على النتائج دي وطبعا فيه فرز دلوقتي يدوي بس ده هياخد وقت طويل جدا ومنذ قليل كان قيل أنه فيه واحد شخص برضو من المتظاهرين توفى برصاص بإطلاق رصاص المهم طبعا أنه دي كل دي المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المتظاهرين الرفضين نتيجة هذه الانتخابات ووزارة الصحة قالت أن فيه عدد من الإصابات وكمان طبعا ما بين الإصابات دي من قوات مدنية ومن قوات أمنية ومن متظاهرين لكن أغلب الإصابات بسيطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازم يطالب بإجراءات حقيق شامل في الاشتباكات اللي وقعت في محيط المنطقة الخضراء اليوم ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية كان هناك أنباء عن الفجارات قرب المنطقة الخضراء وحرق خيام المحتجين قرب المنطقة الخضراء أيضا في بغداد نهاردة بقى تصريح خطير من إيران في الوقت اللي ما هالفروض أعلنوا عنه أنه هترجع تاني المفاوضات للعودة أمريكا للاتفاق النهو الإيرانيوم 29 من الشهر ده إيران بتقول إيه وبتستفز إزاي الدنيا كلها بتقول إن هي مغزونها من الإيرانيوم النهاردة المخصب وصلة ارتفع بنسبة 60% عفوا المخصب بنسبة 60% بلغ 25 كيلو جرام في نوع من أنواع الاستفزاز اللي مالوش مسيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رفاق الجروسي كان قال إن المراقبة النهوية في إيران باتت أضعف وإن الوكالة لا تستطيع القيام بعملها في الوقت الحالي وقال كأننا يعني عشان نعمل تفتيش في الأجزاء أو المقارات اللي فيها النهوية في إيران ده أشبه بإن إحنا بنعمل بنطير وسط أجواء كلها غيوم المهم مدير الوكالة الطاقة الزرية جد التحذيره من خطورة التصرف وتدعياته دوليا التصرف بتاع طبعا موضوع المخزون اليورانيوم اللي بيرتفع ده والحقيقة قال إنه الوضع لا يمكن أن يستمر الفترة أطول وهنشوف المفاوضات اللي هتستقنف في 29 تشرين القادم بالنسبة برضو أخبار سريعة كده الحكومة التونسية أصدرت مذكرة جلب دولية بحق الرئيس السابق منصف المرزوقي طبعا رد عليها منصف المرزوقي على صفحته على صفحة الحزب اللي هو المنتمي لي ورفض التصريحات دي كلها وكان طبعا المرزوقي اللي بيخلوهم عمل مذكرة ضده لأنه هو عمل جهود علشان يحصل تأجيل لعقد القمة الفرانكوفونية اللي كانت مقرر عقدها في البلاد التونسية الأصبق طلب فرنسا بأنها لا تدعم هذه الحكومة اللي هي بيعتبرها حكومة سعيد بأنه ما حدث منه من تصريحات الفترة اللي في الماضية أن ده يعتبر انقلاب ومفاوضية الانتخابات الليبية قالت أن هي هتعقد يوم الأحد مؤتمر صحفي للإعلان عن فاتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبدأ توزيع بطاقة الانتخاب في البلاد آخر حاجة بسرعة النهاردة طبعا شباب كتير أنتوا عارفين اللي هي قمة المناخ اللي في جلاسكو شباب كتير جدا راحوا عند أمام المبنى اللي المجتمع فيها هذه القمة كوب 25 وعلوا أصواتهم وزحفوا على الأرض وبيطالبوا القيادات للمجتمع بأنه يكون فيه قرارات عجلة آنية ما ينفعش كل دولة يعني تععد أو توعد بأنه يحصل حلول على البل مش عارف 20-30-20-50 قالك لازم التصرف الآن بالنسبة الأهم أخبار مصر النيابة بالنسبة لجريمة الإسماعيلية قالت أنه خلاص المتهم اللي هو سفاح الإسماعيلية اللي يعني بالسكينة والستور قتل شخص في الشارع بشكل كان مزعج جدا وتصورت فيديوهات المهم أنه قالك ليس مضطرب نفسيا أو عقليا وأمر بالسيد المستشار النائب العام أمس الخميس بإحالة المتهم بقتل آخر زبحا عمدا بالإسماعيلية والشروع فقاتل اتنين آخرين لمحكمة الجناية المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعقبتي عما نوسب إليه وكذا تعطيه مواد مخدرة وإحرازه أسلحة بيضاء دون مساوخ قانوني في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام والتقرير كان برضو سمحوله أن هو يشوف أسرته وقع تاني في مصر برضو منتهى الصعوبة شخص كان محتجز ناس في الفيوم اتضح أن الشخص ده هو زوج ومحتجز زوجته وحماته وأطفاله وسموه بلطاج الفيوم المهم بعد ما كان محتجزهم على أساس رهائن وكان فيه شكوك حول مقتل مقتل الزوجة بالفعل تم التأكد أن الزوجة قتلت دي الحامة طلع وهي ميت بهدلة وفي نفس الوقت طبعا الأطفال بنته الكبيرة وأطفاله وتم قوات المهم أن هما بيقولوا طبعا أن هو زوجته وأولاده هو اسمه أيمن عنده 44 سنة عاطل وصبق اتهامه في قضايا سلاح وابتزاز المحتجزين اللي تم تحريرهم ابنة زوجة المتهم عندها 16 سنة طالبة ومصابة باشتباه نظيف في البطن والصدر وشقيقتها 11 سنة مصابة أيضا وشقيقة زوجة المتهم 33 سنة وكان برضو كلهم متعورين ابن المتهم 9 سنوات كما عثر على جسد والدة زوجة المتهم فهو قتل حماته وعزب زوجته بشكل غير طبيعي لدرجة أن الزوجة بيقال أن هي طلعة بحوالين عينيها وإصابات رهيبة جدا المهم كان عثروا على الجسة في يعني هو فيه برد بعض أخبار متضربة شوية بيقولوا أن هي جسة الزوجة لكن هي جسة الحمى الحمى وكانت موجودة في مدفونة في منزله منذ أشهر أو منذ شهر طبعا حاجة صعبة جدا لسه ما قالوش الدنيا فيها إيه كان فيه بردو فيديو أظهر شاب بسلاسل حديدية وتم سحل وبسط جرار زراعي في محافظة الشرقية وقالوا أنه والده هو اللي عمل معاه كده كان فيه بردو جراحة استغرقت ست ساعات الجراحة دي كان فريق طب مستشفى سهاج الجامعي نجح في إنقاص حياة شاب بعد تعرضه نفذة بالرقب أو الضعر وإستواقين برضو مزرعة لزبح الحمير وتجهزة عشان لحوم تتبع في الإسماعيلية تم ضبطها كان فيه حريق هائل ببخيرة سياحية في مدينة رأس البر وكان فيه برضو إحنا طبعا بننعي وفاة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق عن عمر 86 عام وأيضا المتحدث العسكري نعل اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات الجيش الأسبق ومحافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء اللي وفاته المنية أيضا اليوم وآخر حاجة كان فيه إصابة عشرة جنود مصريين في هجوم بأفريقيا الوسطى ودون جنود منتمين لقوات حفظ السلام والتباع لبعثة الأم المتحدة في أفريقيا وكانت مصر بالطالب بالتحقيقات العجلة بشكركم مشاهدين عن تابعتنا ونلقاكم بخير إن شاء الله والمزيد من موامرة اشتركوا في القناة